مبارح نادي الزمالك ودع دوري أبطال أفريقيا بخسارة جديدة أمام شباب بلوزداد وبصراحة وبصراحة يعني تقدرش تقول في مباراة أمس أنه الزمالك خرج بضربة حظ أو خرج عشان كان فيه ظروف في المباراة مثلا تحكمية أو المباريات اللي قدمها كلها خمس مباريات منهم مباراة واحدة جيدة هي مباراة التراجي خمس مباريات منهم مباراة واحدة بس جيدة كانت قدام التراجي في الكهرب بس خسر من شباب بلوزداد مرتين خسر من التراجي في تونس وتعادل مع المريخ في ليبيا ومباراة أيضا كانت في المتناول أداء في رأيي هو الأسوأ لنادي الزمالك في تاريخ مشاركاته الأفريقية ولا رغبة ولا روح ولا فنيات ولا حاجة خالص خالص حاجة تحزن الواحد كان بيفرج على المطش مباراة بنفس العصبية اللي كان بيفرج عليه على المطش صندوز اللي هالي النهار متدايق متدايق متعصب الشوت الأول تصورت إنش ظلم فريرة الزمالك ما قدمش مباراة كبيرة باستثناء كورة سيف الجزيلي اللي هي كتفرد لحالكم شفتوها كلكم غير كده ما قدمش أي حاجة وجمية الزمالك طولت خلاص هو كان عايز يأمن الشوت الأول والشوت الثاني هينصالح الحال والزمالك يروح يسجل هدف ويكسب الزمالك إن شاء الله الشوت الثاني مفيش هجمات الشوت الثاني مفيش خطورة الشوت الثاني مفيش لعب عمل تغييرات قلت هي دي بقى التغييرات دي أخرب ع ساعة أخرب ع ساعة هتقلب المباراة إن شاء الله قلبت المباراة الناحية التانية لشباب بلوزداد للأسف يعني طيب دي حكاية المباراة أمس دي حكاية المباراة بتاعات أمس الحالك وشفتوها وحالك وسمعتو كل الكلام وزعلته وتحصرته وتضيقته على حال الزمالك وتحديدا جمهورنا للزمالك طبعا يعني مش أنا عندي مشكلة تاريخية مع نادي الزمالك تاريخية وأعتقد أكتر ناس ممكن يحسوا بيها هم جمهور النادي الزمالك نفسهم أنت ليه ما بتعرفش تبني على نجاحك وده بالمناسبة بقى بمختلف الإدارات والأجهزة الفنية واللاعبين وكل شيء وكل شيء يعني كلام من مباراة على أصل أنت لما مشيت لعيبة مهمة ما جبتش لعيبة حسن منهم ماشي أصل أنت تعملت مع فريرة غلط وأصل فريرة كان مشي وقعد وفريرة مش عايز يكمل ماشي أصل الإدارة مش عايز ما جابتش لعيبة ماشي كل حاجة أنت بتقولها صح 100% بس تعال كده نمشي بالتاريخ هتلاقي نادي الزمالك بمختلف اللاعبين والمدربين والإدارات نفس الصيغة اللي هي إيه؟ أنجح سنة سنتين ممكن تلاتة وبعد كده يحصل مرحلة هبوط حاد في المستوى والأداء والنتائج ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ فكرة اعتمادك على أنه خدت بطولة فأنا كده راجل ناجح وأفضل ناجح طول الوقت خدت بطلتين فأنا كده راجل ناجح وأفضل ناجح طول الوقت دي أصلا قاعدة خاطئة حتى في أي حد بيشتغل أي شغلانة مش بس إدارة نادي أو فريق كورة أو جهاز فني فكرة اعتماد على الماضي ده فشل أصلا اعتماد على نجاح الماضي فشل أنت بتفضل طول الوقت تشتغل طول الوقت تجتهد ويا سلام ببساطة يعني ببساطة شديدة تشوف أسباب ناجحك اللي خليتك تنجح وتكمل بيها ليه تغير الأسباب أنا ما أفهمش ليه تغير الأسباب يعني السنة اللي فاتت وأنا واقف هنا في نفس المكان في نفس المكان قلت اللي خلت زمالك ينجح استقرار المدير الفني لاعبين عن دوم حماس وروح إدارة منفصلة عن فريق الكورة جمهور طبعا والجمهور ده حطه على جنب شو عشان لسا هتكلم عنه جمهور طبعا بيشجع ويساند طول الوقت حاجات واضحة وسهلة وبسيطة وسبوا النجاح أي فريق أنت جيت بدأت الإدارة تبص على فرقة الكورة وتشوف إنها ليها دور في التدعمات وخلافه بدأ مدير الفني ما يبقاش مستقره بدأ تركيزه يختلف تماما لاعبين حماسهم وروحهم اللي كانوا بلعاوا بيهم الموسم اللي فات قال له بشكل كبير قال له بشكل حاد وجمهور هو الوحيد السابت في هذه المنظومة منظومة نادي الزمالك جمهور النادي الزمالك الوحيد الذي لا يتغير الوحيد الذي لا يتغير زمالك يكسب هتلاقي جمهور النادي الزمالك ثابت في المستوى التشهيع والمسندة والروح الزمالك يكسب نفس الجمهور ونفس الأداء الوحيد اللي أداءه ما بتغيرش جمهور الزمالك إدارة أداءه بيتغير جهاز فني أداءه بيتغير لعبين أداءهم بيتغير ليه؟ بعدها سألناك ده سؤال محير جدا يا جماعة ليه أصلا أنا أفهم بالمناسبة ممكن الأهل يكسب الموسم ده والزمالك يخسر الزمالك يكسب الموسم ده والأهل يخسر صح؟ عادي يعني أنا أتكلم على أكبر فريقين في مصر ممكن الأهل يتفوق عليك وبيشتغل وبيتعب بس أنت تكون محافظ على نجاحك وقوتك عادي ممكن يبقى الفرق بينكوا قليل نفس القصة الزمالك ينجح ويبقى قوت بس الأهل ما يبعدش عنه قوي لكن إنت ليه فجأة تبقى هنا تبقى هنا فجأة تبقى هنا ليه؟ إزاي؟ بتتعمل إزاي؟ بتعملوها إزاي؟ مش مفهومة إنت حتى لما بتبقى هنا حتى يقولك إيه؟ لما بتوصل لكمة النجاح ممكن تنزل شوية تنزل شوية مش تقع أنت بتقع فجأة بعد ما بتوصل لكمة ليه؟ أنا بصراحة بقولي الكلام ده من قلبي لكل من يحب نادي الزمالك عاملين في نادي الزمالك وخارج نادي الزمالك ليه؟ ببصوطة يعني ربنا هيصلح حال نادي الزمالك عشان خاطر جمهوره هو الأسف خرج من دوري أبطال أفريقيا الوضع في الدوري طبعا هلكم عارفينه صعب جدا لسه عنده كاس مصر البطولة اللي هيتم تأجيلها أو تم تأجيلها فعلا لأجل غير مسمى دول 32 لسه عنده كاس الرابطة لسه عنده وعنده طبعا في نهاية الموسم البطولة العربية فمحتاج يلم نفسه فرقة تلم نفسها تاني ما تتبعترش الأمور أكتر ما هي متبعترة خير إن شاء الله